نشرة مفصلة للأنباء والبداية مع العنوي وسائل أعلام أمريكية تنقل عن مسؤول أن تل أبيب أخطرت واشنطن بمهاجمة السفينة الإيرانية في المحر الأحمر المشاركون في مباحثات فيينا يصفونها بالبناء وتهران تعتبر أن رفع الحظر الأمريكي عنها خطوة أولى لإحياء الاتفاق النووي قاعدة الملك خالد في مرمى المسيرات اليمنية مجددا وسبعون نائبا أمريكيا يطالبون بايدن بالضغط على الرياض لرفع الحصار عن اليمن فصائل المقاومات العراقية تتوعد قوات الاحتلال بضربات كبيرة في حال لم يتضمن الحوار بين بغدادا وواشنطن إعلانا واضحا عن موعد الانسحاب النهائي أهلا بكم نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخترت الولايات المتحدة بأنها هي من هاجمت السفينة الإيرانية تفيزة وبحسب تقرير للصحيفة فقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن إسرائيل أخترت الولايات المتحدة لأن قواتها قصفت السفينة الإيرانية المتمركزة في البحر الأحمر مشيرا إلى أن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة للسفن الإسرائيلية وأن السفيز تضررت تحت خط المياه اختتمت في العاصمة النمسوية فيينا المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني بالاتفاق على استمرارها على مستوى الخبراء على أن يعقد اجتماع آخر يوم الجمعة الخارجية الأمريكية أعلنت أن رفع العقوبات عن إيران سيكون محط بحث في إحدى اللجان العاملة في مباحثات فيينا النووية فيما رأى المتحدث باسمها أن المحادثات ستكون صعبة لكنها خطوة مهمة ومفيدة لا نستخف بمستوى التحديات المقبلة نحن في الأيام الأولى ولا نستعجل حدوث اختراق مبكر أو فوري فنحن نتوقع فعلا أن تكون هذه النقاشات صعبة لكننا نعتقد أن النقاش مع شركائنا ونقاشهم مع إيران خطوة في الطريق الصحيح مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني إلى فين عباس عراختي وصف الجلسة بالبناء وأكد أن إلغاء الحظر الأمريكي هو الخطوة الأولى والأكثر ضرورة لإحياء الاتفاق النووي محادثاتنا تدور حول الخطوة النهائية التي يجب اتخاذها وهي محادثات تقنية وقانونية نحن لا نجري محادثات بشأن الاتفاق النووي ولا بشأن مواضيع خارج الاتفاق بل تدور محادثاتنا حول ما هي الإجراءات اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي نأمل أن تتمكن مجموعات الخبراء من التوصل إلى نتيجة فيوم الجمعة ستكون هناك جلسة مثل جلسة اليوم استهدف سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن مسيرتين من نوع كاسف 2 توكي استهدفتا القاعدة وحققتا إصابات دقيقة وأشار العميد سريع إلى أن الاستداف يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار الغاشم على اليمن هذا وطلب سبعون نائبا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس بايدن بالضغط على السعودية لرفع الحصار عن اليمن فورا وبشكل أحادي وشامل أعضاء المجلس في مذكرة إلى الرئيس الأمريكي طلبوه بالضغط على السعودية لرفع الحصار وضمان دخول المواد الإنسانية والتجارية إلى اليمن وتؤيد المذكرة تسوية سياسية شاملة تعالج جميع جوانب الصرع مذكرة نواب الأمريكيين شددت على أن مطب الولايات المتحدة بإنهاء الحصار يجب أن يحصل بمعزل عن المفاوضات أكدت الهيئة التنسقية لفصائل المقاومة العراقية أنها ستواجه ضربات كبيرة في حال لم يتضمن الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا إعلانا واضحا عن موعد الانسحاب النهائي لقوات الاحتلال من العراق الهيئة في بيان لها طالبت بإعادة تأليف لجنة الحوار مع الولايات المتحدة لتكون مهمتها وضع خريطة لتنفيذ قرار الشعب ومجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية والقوات الأجنبية جميعها من الأرض العراقية ويعيش العراق منذ أيام اضطرابا ماليا نتج عنه تراجع قيمة الدينار أمام الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية محمد الفهد ارتدادات الملف الاقتصادي الذي يعيشه العراق وصلت إلى السوق وفرص العمل سريعا فارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدنار العراقي تسبب بارتفاع أسعار السلع والبضائع بشكل ملحوظ فيما برزت حركة احتجاجية من قبل خريجي الجامعات الذين حرموا من الدرجات الوظيفية في الموازنة الجديدة بينما يعيش محدود الدخل في دوامة الخوف من المجهول في حال استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها أكيد بدت بوادر هذه الأزمة من خلال صعود الغذاء والدواء وكثير من المرافق الحياة الاقتصادية تضعضعت هناك أزمة كبيرة هذه الأزمة سوف تستمر وتتراكم في ظل هذا الإجراء الحكومة العراقية حاولت إيصال رسائلها إلى الشارع لكنها حتى الآن لم توقف مؤشرات الامتعاض الشعبي عبر فتحها الملف الاقتصادي مع الدول التي زارها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية فضلا عن القمة الثلاثية المنتظرة التي ستجمع العراق ومصر والأردن في بغداد والتي ستركز على القضايا الاقتصادية العراق مقبل على حركة كبيرة من تنشيط الاقتصاد والاستثمار داخل البلاد لأنه ما زال في حد الآن في حالة ترميم وعادة بناء بعد الحرب التي خضها مع تنظيمات الارهابية والعراق ما زال لحد الآن يحتاج إلى كثير من الدعم منازلة دولة ضاعفة تحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي وأمني أيضا قراءات أخرى لمتخصصين في المجال الاقتصادي ذهبت إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها عتبة 60 دولارا قد تعطي العراق فرصة مناسبة لتجاوز أزماته المالية وضبط قاع اقتصاده المرتبك منذ سنوات اعتماد العراقي على الاقتصاد الأحادي وغياب الاستثمار الحقيقي منذ أكثر من عقد ونصف عاملان إذا ما تجاوزتهم الحكومات المتعاقبة فإن أمكانية انتعاش وتعافي الاقتصاد ستبقى مؤجلة وفق المراقبين محمد الفهد بغداد الميادين أعلن سلاح الجو الأمريكي فشل تجربة إطلاق صاروخ أسرع صاروخ أسرع من الصوت ومحمول على القاذفة بـ 52 وبحسب سلاح الجو فإن الصاروخ كان مقررا لها الانطلاق من القاذفة فوق أجوائه المحيط الهادئ وبعد فشله أعيد إلى وضعه السابق على متن القاذفة التي عادت إلى قاعدة أدوارتس الجوية في ولاية كاليفورنيا نقلت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال لبناني حسن دياب أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل عدم تأليف حكومة وأضافت أوساط دياب للميادين نت نقلا عنه أن تأليف الحكومة يسمح للبنان بأن يلتقط أنفاسه وبالتالي يعطي الحكومة المقبلة فرصة لترتيب أوراقها لمنع الانهيار دياب أكد بحسب المصادر أنه لن يتخذ قرارا برفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية الأساسية لأن هذا الأمر خط أحمر وقد يدخل البلد في الفوضى وإلى بيروت يصل اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري حيث يلتقي الرئيس لبناني ميشيل عون وعددا من المسؤولين مصادر ذكرت أن شكري سيقوم بمسعى يهدف إلى تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة الجديدة على أن تشمل زياراته لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري والبطريار كلماروني بشار الرعي يشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شرب الأوه بأن رئيس الجمهورية ميشيل عون اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود مع سوريا مضيفا أن عون أكد أن لبنان لن يقبل الانتقاس من سيادته في الميئة حذر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباق من مخاطر التلفيق الذي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها في منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بحق بلاده على مستقبل التعاون مع المنظمة إن من يدعي الحرصة على المساءلة وعدم الإفلاة من العقاب عليه أن لا يتعامى عن جرائم المجموعات الإرهابية وعن الممارسات العدوانية لبعض الدول على سوريا عليه أن يطالب بمحاسبة الولايات المتحدة على جرائمها في مدينة الرقم وعلى انتهاتها السافر لسيادة الأراضي السورية وعدوانها الصاروخي في مثل هذا اليوم من عام 2017 على قاعة شعيرات الجوية بتسعة وخمسين صاروخ تمهوك بذريعة استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية في خان شيخون وحتى قبل أن يجري أي تحقيق بشأن هذا الادعاء إلى مدينة البوكمال السورية التي تعود إلى حياتها الطبيعية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها العقوبات الأمريكية تقرير نافذة على دير الزور لإيرضا باشا في الطريق إلى مدينة البوكمال أقصى شرق سوريا تشدك طبيعة المنطقة وتراودك أسئلة كثيرة عن المدينة التي شكلت محور الأخبار قبل ثلاث سنوات ونيف ندخل البوكمال تبدو الحياة فيها كما وكأنها لم تشهد أي معارك تضج سوق المدينة بأصوات البائعين تدور عجلة الحياة فيما يبدو عودة إلى المدينة رغم قساوة الواقع الاقتصادي في البلاد الذي ينعكس على أهل البوكمال كغيرها من المدن السورية الوضع حيزين بالبوكمال الساعتين بالوقت هذا بس أنه عبارة على أسعار المواد أسعار غالية بس هل غالية شوي بي غالية يعني بالموضوع نحن نقول لك على المازود والبوازين والخاز والخضرة همين عودة الصخب إلى أحياء مدينة البوكمال يلمس في تفاصيل المدينة يتحدث القائمون عليها عن تأهيل الخدمات الأساسية بشكل شبه كامل فالواقع الخدمي ومتطلبات المواطني تعتبر العوامل الرئيسية لعودة الحياة إلى أي منطقة بعد الحرب نحن من 2017 من 15-12-2017 باشرت مدينة البوكمال بيها البلدية البلدية قمنا مباشرة بتنظيف البوكمال بشكل كامل من الشوارع الفرعية والرئيسية وبتنظيم الجزر وزرعها والدوارات أكثر من 90% من أهالي البوكمال العادوا إليها في مشهد قل نظيره في المدن السورية التي تعرضت للحرب عودة وإن حملت في طياتها إرادة الحياة إلا أنها لا تنفي صعوبة الواقع فالعقوبة الاقتصادية على البلاد تلقي بثقالها على حياة السكان هنا خاصة في ظل إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على منع عودة دور البوكمال كمدينة تشكل عقدة العلاقة التجارية والرابط الجغرافي بين دمشق وبغداد الموقع الاستراتيجي لمدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية ودورها في منع فصل الحدود لربما لعب دورا هاما في عودة الأهالي إلى هذه المدينة رغم قساوة الظروف التي تمر بها البلاد بشكل عام وهذه المنطقة بشكل خاص بفعل العقوبات الأمريكية ونتائج الحرب التي تمر بها سوريا منذ عشر سنوات رضا الباشا من مدينة البوكمال الميدي في النشرة بعض الفاصل تبون يؤكد أنه لن يتسامح مع الأعمال التحريضية خلال التظاهرات من جديد أهلا بكم صدقت الحكومة السودانية على قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل صادر عام 1958 بيان مجلس الوزراء السودانية كذا موقف الخرطوم الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ومن المتوقع رفع مشروع قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل إلى جلسة مشتركة بين مجلس السيادة والحكومة من أجل إجازته بصورة نهائية ليدخل بعدها حيز التنفيذ وكان قانون المقاطعة يحضر على المواطنين السودانيين زيارة إسرائيل والتجارة معها أو إجراء اتصالات مع جهات إسرائيلية وفي الأراضي المحتلة أعلنت سلطات الاحتلال أنها تخطط لتوسيع بناء المستوطنات ما بين القدس المحتلة ومدينة بيت الأحم وأفدت صحيفتها أردس بأن لجنة التخطيط التابعة لبلدية القدس ستوافق اليوم على بناء أكثر من 500 وحدة استيطانية جديدة في المناطق خارج الأراضي المحتلة عام 1948 اعتداءات متزايدة تشهدها الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي آخرها كان استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بينما كان عائدا من المستشفى والحجة محاولة دهس نسرين سلمي كان في طريقه إلى بيته من المشفى عندما أمطره جنود الاحتلال بالرصاص بحجة محاولة الدهس هو الشهيد أسامة منصور من قرية بدو شمال غرب القدس وبحسب زوجة الشهيد التي كانت ترافقه فإن جنود الاحتلال كانوا يشنون حملة اعتقالات في القرية قبل أن يشتبهوا بسيارتهم ويصيبوا زوجها برصاصة قاتلة في الرأس بينما أصيبت هي بجراح طفيفة كنت تعبان شوي أخذنا على الدكتور نحن مروحين في سيارة جيش صافات في نص الشارع كلنا وكف وكفنا يدفو السيارة طفناها من وين جايين كلنا لهم من وين أنتو كلنا من بدو كرة طيب روح شغلنا السيارة وطلعنا أربع جنود سارير وشوفينا في الرصاص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة رأى فيها البعض تصعيد الممنهجان قبيل موعد الانتخابات الفلسطينية بهدف إفشالها عن طريق ترهيب الناخبين والمرشحين اليوم تم استهداف أحد أبناء شعبنا الفلسطيني وقتله بدم بارد قرب ربالله والاقتحامات اليومية تجري والاعتقالات لقيادات أيضا مرشحة في خوائم الانتخابات وكل ذلك هو في محاول إفشال هذه الانتخابات الذي نحن نعتبر أن هذه الانتخابات هي متقل لإنهاء الانقسام وتشن إسرائيل حملات دهم واعتقال تزايدت وطيرتها مع الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية طالت عشرات المرشحين والناخبين الفلسطينيين خصوصا من حركة حماس وأعضاء في الجبهة الشعبية إضافة إلى مرشحي مدينة القدس من الواضح أن إسرائيل تريد أن تدمر العملية الديمقراطية الانتخابية في فلسطين وتريد أن تمنع الانتخابات لأنها تريد أن تمنع إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ويشار إلى أن قوات الاحتلال أعلنت مرارا عن قلقها من نتائج الانتخابات الفلسطينية والأكيد أن إسرائيل لا تريد أن تكون الانتخابات الفلسطينية فرصة للمنمة البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة نسر سلمي رامالله الميدين حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أن السلطات لن تتسامح مع ما سجل من أعمال تحرضية وانحرافات خطرة من قبل أوساط تستغل تظاهرات الأسبوعية بيان لرئاسة أشار إلى أن تبون ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس ما سجل من أعمال تحرضية وانحرافات من قبل أوساط الفصالية ومنذ أعلان الرئيس الجزائري عن انتخابات تشرعية مبكرة تخرج تظاهرات منددة بالانتخابات من دون مراعاة لمطلب الحركة الاحتجاجية استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد محاولات التوظيف لبعض التأويلات فيما يتعلق برفضه المصادقة على تعديل قانون المحكمة الدستورية التي لن يقبل بأن تكون لتصفية الحسابات سميح البغاني هو موقف حاسم أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيد لن أقبل بمحكمة دستورية لتصفية الحسابات سعيد اعتبر أن حركة النهضة وحلفاءها في مجلس نواب الشعب قد خرق الدستور تصريح يرى مراقبون أنه يؤشر إلى تفاقم الأزمة بين سعيد والحزام البرلماني للحكومة الذي تقوده النهضة ولن أقبل أبدا بأن توضع هذه النصوص على مقاس الحكام لتصفية الحسابات ومن خرق الدستور لا يمكن أن يجرني إلى خرقه معه خرقه فليتحمل مسؤوليته هناك من يريد أن يعوده إلى الوراء إلى الجاهلية إلى الجاهلية بكل معانيها فصل جديد يضاف إلى الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بعد رفض سعيد المصادقة على قانون تعديل المحكمة الدستورية الأمر أصار جدلا واسعا وانقساما في المواقف كأنه يريد أن يقول لنا جميعا ليست هناك محكمة دستورية سيظل هو القاضي الدستوري الوحيد في البلاد وسيظل هو الذي يفسر الدستور ويؤور الدستور كما يريد هذا فيه شيء من المنطق الغير مقبول مارس حقه الدستوري شكلا وأصلا له كامل أصلاحية أنه يبشر هذه الصلاحيات الآن الكرة في ملعب البرلمان لإعادة قراءة مشروع القانون المحكمة الدستورية ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة عامة في الثامن من الشهر الجاري لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين للمحكمة الدستورية باعتماد قانون المحكمة في نسخته الأصلية حيث ينص على ضرورة حصول المرشح على 145 صوتا وهو رقم يصعب الوصول إليه في ذل الإنقسام والتجاذب بين الأفريقاء السياسيين تونس لم تعد تحتمل المزيد من المعارك السياسية والدستورية وتستوجب بحسب مراقبين حدا أدنى من التوافق بين الفراقاء لإنقاذ البلاد التي باتت على حافة الإفلاس والإنهيار سميح البغانمي تونس الميت من أنقرة دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل تركيا إلى ضرورة التزامها بمعايير حقوق الإنسان واحترام الحريات في تعامل مع الرأي المعارض محمود واثق تحت عنوان صفحة جديدة في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي لقاء جمع بين الرئيس التركي إردوغان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية في الاتحاد صفحة أرادها الأوروبيون أن تكون بدايتها التزام تركيا بقضايا حقوق الإنسان واحترام الرأي والحريات التي تعد مصدر قلق لدى الاتحاد في لقائنا البناء مع الرئيس أردوغان أعربنا عن قلقنا عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في تركيا كما أوضحنا قلق الاتحاد الأوروبي من انسحاب أنقرة من اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة تحدثنا حول أوضاع اللاجئين في تركيا وأكدنا ضرورة التزام تركيا بالمعاهدة المتعلقة بتنظيم شؤون اللاجئين كما أن الاتحاد سيلتزم بتعهداته وأوضحنا وبشكل صريح أن تركيا بعثت رسالة خاطئة بسبب خروجها من اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة مؤتمر صحفي غاب عنه المسؤولون الأتراك في رسالة توحي بوجود خلافات حادة بين الطرفين في العديد من القضايا لعل أبرزها رؤية الطرفين وتفسيرهم المختلف لقضايا حقوق الإنسان والحريات زيارة المسؤولين الأوروبيين يبدو أنها كانت لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وكأنهم أرادوا إعطاء الدرس في هذا المجال تركيا موقفها واضح فهي تحترم حقوق الإنسان لكنها لم تردخ لأي ضغوط خارجية فيما يتعلق بشؤونها الداخلية مساعي أنقرة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي واستمرار اعتقال السياسي الكردي ديميرتاش قضية خلافية أخرى طالب المسؤول الأوروبي باحترام قرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة بهذا الملف في ظل الحديث عن شراكة جديدة بين الجانبين تطفو على السطح قضايا خلافية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات في تركيا قد تعيق التقارب التركية الأوروبية وفق ما يرى مراقبون محمود واسق اسطنبول الميادين إلى العنوين وسائل أعلام أمريكية تنقل عن مسؤول أن تل أبيبة اخترت واشنطن بمهاجمة السفينة الإيرانية في البحر الأحمر المشاركون في مباحثات فيينا يصفونها بالبناء وتهران تعتبر أن رفع الحظر الأمريكي عنها خطوة أولى لإحياء الاتفاق النووي قاعدة الملك خالد في مرمى المسيرات اليمنية مجددا وسبعون نائبا أمريكيا يطالبون بعيدا بالضغط على الرياض لرفع الحصار عن اليمن فصائل المقاومة العراقية تتوعد قوات الاحتلال بضربات كبيرة في حال لم يتضمن الحوار بين بغدادا وواشنطن إعلانا واضحا عن موعد الانسحاب النهائي مزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسمانل دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة